اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الخطبة العصماء والغراء لسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها التي ألقتها بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله على جموع المهاجرين والأنصار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وذكرت في هذه الخطبة العظيمة خلاصة عن عقائد الإسلام وأحكام الإسلام وأخلاق الإسلام كما أنزل الله سبحانه وتعالى الإسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ذكرت في هذه الخطبة هذه الجملة جعل الله إمامتنا أمانا من الفرقة ملاك الاتحاد الإسلامي هو إمامة العترة الطاهرة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله كما أن ملاك الإسلام هو الشهادتان من قال الشهادتين حقنا ماله ودمه وعرضه وكان من المسلمين لا من المؤمنين الإسلام أعم من الإيمان كما صرح بذلك القرآن الحكيم ليس كل مسلم مؤمن ولكن كل مؤمن هو مسلم بصريح القرآن الكريم حيث يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا من تشهد الشهادتين وصل الصلوات المفروضات وصام شهر رمضان وحج البيت إن كان مستطيعا وأتى بهذه الأحكام هذا كان مسلم ويعد من المسلمين لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين ولكنه لا يكون مؤمنا إلا بإمامة أئمة أهل البيت من العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيما تواتر عنه إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تظل من بعدي أبدا ملاكو ألا تظل الأمة الكتاب والعترة ملاكو الاتحاد الإسلامي هو الكتاب والعترة إذا العترة الفصلت عن الكتاب وعن الشهادتين هذا ليس إلا الفرقة وفاطمة صلى الله عليه وسلم قالت جعل الله إمامتنا أمانا من الفرقة الذي هو أمان من الافتراق الذي هو أمان من النزاع الذي نهى الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم عنه حيث قال عز من قائل ولا تنازعوا فتفشلوا الذي هو أمان من النزاع ومن الفرقة ومن الاختلاف هو فقط وفقط إمامة العترة الطاهرة ففاطمة سلام الله عليها هي معصومة بنص رسول الله صلى الله عليه وآله فيما تواتر عنه من الحديث المشهور والمعروف المروي في كتب التفسير وكتب الحديث الشريف وكتب التاريخ فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم وفاطمة سلام الله عليها أيضاً معصومة وكلام المعصوم حجة بنص القرآن الحكيم حيث يقول ما آتاكم الرسول فخذوه ورسول الله صلى الله عليه وآله قال بكل تأكيد وإصرار كتاب الله وعترة أهل بيتي فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثات كلمة لا إله إلا الله وكلمة محمد رسول الله وكلمة علي ولي الله الذي هو دليل التزام بالعترة الطاهرة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وقبله أمر القرآن الحكيم أيضاً هناك يكون الاتحاد الإسلامي لا طريقة للاتحاد الإسلامي حسب نصوص القرآن الحكيم والروايات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والمتواتر عن أهل البيت من العترة الطاهرة سلام الله عليهم في شتى المناسبات وبأنواع من التعبيرات الملاك الملاك للاتحاد الإسلامي هو إمامة الأئمة الطاهرين من الأترة من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وقد أثبت التاريخ ذلك يوم كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو الإمام والخليفة في اللاهر بعد عثمان أن الإسلام حكم في الناس كما أنزله الله سبحانه وتعالى فلم يكن في حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه مورد واحد من الحيف والظلم بسبب أمير المؤمنين سلام الله عليه فلم يقتل بريء في حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولم يسجن بريء في حكومة أمير المؤمنين سلام الله عليه ولم يصادر دينار واحد ولا درهم واحد في حكومة أمير المؤمنين سلام الله عليه والناس عاشوا الاتحاد الإسلامي بأفضل مظاهره وأفضل ما يمكن أن يكون هناك اتحاد إسلامي فكل الفئات الإسلامية رغم اختلافها في أصول العقائد وفي الأحكام وفي الأخلاق وفي الأساليب رغم كل ذلك كانوا يجتمعون متحدين تحت حكومة أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى الذين لم يقبلوا به حكومة أمير المؤمنين وكانوا يصرحون بذلك وكانوا يعلنون ذلك حتى في وجه أمير المؤمنين سلام الله عليه مع ذلك كانوا يعيشون عيشة إسلامية والله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب يوم القيامة الذين علموا الحق وعرفوا الحق وتركوا الحق ولذا قال الله تعالى في القرآن الحكيم للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب المهم في الحكومة الإسلامية أن يكون الحاكم الأعلى هو الذي يمهد للاتحاد الإسلامي بجميع أصنافه وأنواعه يعيشون معا ويصلون في مساجد المسلمين بعضهم مع بعض سواء اعتقد هذا بذاك أم لم يعتقد هذا بذاك حتى أنه ورد في التاريخ مكررا أن الأفراد كانوا يهينون أمير المؤمنين سلام الله عليه في أيام حكومته ومع ذلك كانوا يعيشون بوداع واطمئنان ورفاه تحت ظل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وفي تاريخ أيضا نماذج أخرى من الذين اتبعوا أمير المؤمنين ولو بعض الشيء أن حكومتهم كانت حكومة اتحاد الإسلامي كما هو الذي يتوقعه المسلمون في كل وقت في كل زمان وفي كل مكان ففي أيام الفقيه الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء رضوان الله عليه الذي كان يحكم بعض البلاد الإسلامية في ذلك اليوم طلب من الشيخ جعفر كاشف الغطاء أن يمنحه وثيقة تجيز له إقامة العدل في البلاد وبين العباد وتجيز له الحكومة بين الناس لأن الحاكم لا يجوز أن يحكم البلاد والعباد إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله ومن الإمام المعصوم ومن الإمام بالحق فلذا استجازل حاكم في ذلك اليوم من هذا الفقيه العظيم الشيخ جعفر كاشف الغطاء أن يعطيه وثيقة تجيز له الحكومة بين الناس فكما ورد في كتاب الشيخ رضوان الله عليه أنه أبى من ذلك إلا أن يأتي إلى ذلك البلد الإسلامي ومن قريب يرى أن الأمن هل هو مستتب في ذلك البلد الحرية الإسلامية هل هي متواجدة في ذلك البلد الإقتصاد الإسلامي هل هو جاري في ذلك البلد الأحكام الإسلامية تجري بعدالة في ذلك البلد ثم يقوله ورحمة الله عليه ذهبت إلى ذلك البلد وادرت في ذلك البلد فلم أرى باكيا ولا باكية ولا شاكيا ولا شاكية يعني عندما كان الحاكم على خطى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى خطى ما ذكرته سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهرى سلام الله عليها جعل الله إمامتنا أمانا من الفرقة فكان الحاكم على الشهادتين وعلى إمامة العترة الطاهرة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولذا عمّ ذلك البلد في أطرافه وأكنافه في طوله وعرضه عمّ ذلك الطمأنينة والخير والرفاه والفضيلة حتى نقل ذلك الفقيه الكبير رضوان الله عليه أنه لم يرى شخصا واحدا من الرجال يبكي في تلك الحكومة ولم يرى شخصا واحدا من النساء تبكي في تلك الحكومة فلم أرى باكيا ولا باكيا ولم يرى ذلك الفقيه الكبير بعد سيره في تلك الدولة وفي أماكن متعددة منها لم يرى رجلا واحدا له شكاية يشكو من تلك الحكومة ومن ذلك الحاكم ولم يرى امرأة واحدة تشكو من ذلك الحاكم ومن تلك الحكومة آنذاك أصدر ذلك الفقيه الكبير رضوان الله عليه لذلك الحاكم الوثيقة بإجازته أن يحكم بالعدل فالاتحاد الإسلامي له ملاك واحد لا ثاني له ولا يمكن الاتحاد الإسلامي إلا في ظل إمامة أئمة أهل البيت من العترة الطاهرة صلوات الله عليهم والذين هم على طريقة العترة الطاهرة من أئمة أهل البيت عليهم السلام وهذه مسؤولية مهمة للجميع أن يحملوها عن بنت رسول الله فاطمة الزهراء سلام الله عليها إلى العالم كله في البلاد الإسلامية وفي البلاد غير الإسلامية أن الاتحاد الإسلامي لا يتحقق كما يريده الله سبحانه وتعالى وكما يريده رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتحقق إلا في الاجتماع على إمامة أئمة العترة الطاهرة من أهل البيت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لنشر هذه المسؤولية العظيمة المسؤولية التي تكون نتيجة هذه المسؤولية الأمور الكبيرة من الحريات من الرفاه من الإنسانية من الفضيلة في ظل اتحاد إسلامي دعا إليها الله سبحانه وتعالى حيث قال ولا تنازعوا فتفشلوا ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال كتاب الله عترة أهل بيتي ودعا إليه العترة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين حيث قالت فاطمة سلام الله عليها جعل الله إمامتنا أمانا من الفرقة هذا هو من الجعل الإلهي الله سبحانه وتعالى جعل للأمان من الفرقة هذا الطريق الوحيد وهو إمامة العترة الطاهرة والأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع في ذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر